موسيقى قتل شخصان على الاقل في اطلاق لنار بمدينة ميونيخ جنوب المانيا وقالت الشرطة على حسابها في تويتر انها نشرت عددا كبيرا من قوات الامن في المدينة على الفور ولم تكشف تغريدة الشرطة الالمانية تفاصيل اخرى بخصوص الحادث واكتفت بالقول انها سيطرت على الاوضاع وكتبت الشرطة في تغريدتها سيطرنا على الوضع لا يوجد خطر في الوقت الراهن وصل الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الى بكين في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين وسفير الصيني لدى المملكة وعدد من المسؤولين علنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الامارات انه لا تغيير في اجراءات قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر وفق ما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية واكدت الهيئة في بيان ان تعميمها المتعلق بالية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة ولا يعد كونه تعميما إداريا يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقا للقرارات المعتمدة أعلن مكتب جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا لفنزولا بالوكالة أنه سيغادر العاصمة كاركاس الخميس متوجها إلى الحدود مع كولومبيا على رأس حشد من أنصاره ونواب من الجمعية الوطنية وذلك لإدخال مساعدات إنسانية أمريكية إلى بلاده ويرفض رئيس الفنزولي نيكولاس مادورو السمح بدخول المساعدات الأمريكية مبررا رفضه بأن هذه المساعدات هي سطار لخطة أمريكية للتدخل في بلاده